موسيقى موسيقى سباح الخير سباح النور أهلا وسهلا ومرحبا بكافة سيدة المشاهدين التي تصلهم صورتنا وصوتنا على القناة الوطنية الأولى برنامج نسمة الصباح اليوم نهار الثلاث سباح سبتمبر 2022 ما ترى اليوم والخير الصباح عام على تونس إن شاء الله مع الاستمرارية والغيث النافع أكيد هدائم ينجم كان يكون خير لبلادنا وخير خاصة على الموسم الفلاحي في تونس اليوم في برنامجنا خصصنا عدة مواضيع نحاول أنه نتناولوها في علاقة بالخدمات وفي علاقة أيضا مجموعة من المواضيع اللي نجم إن شاء الله تقدم لكم الإفادة اليوم في الجزء الأول من الحصة والساعة الأولى إمتاعنا نتحدثوا ميديكال نتحدثوا صحة نتحدثوا اليوم في التغذية على الأحكام المسبقة وإلى الأحكام السائدة في علاقة بالتغذية هذي شنو ناكلوه وعليش ناكلوه وشنو نجم يعمل ثم حاجات ساعات تكون مغلوطة وصاعات يقولون عليها راهوا هذيك صحيح لكن بعد يثبت أنه ليه هذيك ما هوش صحيح هذي كل نحاول اليوم نفسروه في علاقة بالدهنيات البروتينيات نتحدثوا على السكرية نتحدثوا على عدة منتوجات غذائية ساعات نقوله رهي نافعة في حاجات لكن أحيانا وبالعلم يثبت أنها ذارة هذي كل نحاول أن نتحدثوا فيه اليوم معا خصائية التغذية ريحة بجلسة اللي تحضر معنا بعد قليل وأيضا أكيد بش نتحدثوا على الرجيم واليوم بش نتحدثوا على رجيم البحر الأبيض المتوسط الرجيم هذوما اللي خاصين بالبلدين اللي موجودة على ضفاف البحر الأبيض المتوسط نتحدثوا أيضا في عدة نقاط أخرى اليوم في الجزء الخاص بالصحة بش نتحدثوا على دي بيستاج التوقي من سرطان الثدي اليوم تعرفوا أنه عندها مواعد قليلة تفصلنا على شهر أكتوبر ومعروف أنه أكتوبر الرز أكتوبر الوردي الشهر هذية عنده عدة معاني وعدة دلالات خاصة في علاقة بالوقاية والتوقي خاصة من سرطان الثدي اليوم خصصنا الموضوع هذي بش نتحدثوا على النقطة هذه خاصة وأنه حسب الأحصائيات العلمية تقول أنه المرض هذي قاعد ينتشر وينتشر بكثرة في صفوف النساء وسيدات هذيك عليش اليوم يلزمنا ندقوا نقوز الخطر يلزمكم تردوا بالكم يزلكم تاخذوا الأحتياطات اللازمة هذي يقول كيفش نعرفوه أكيد مع الأطبي هما اللي بش يقولون لنا كيفش وبش يحضر معنا بعد قليل أيضا دكتور رحال وأيضا عضو عن جمعية التونسية للوقاية من مرض سرطان أثدي تحديدا مواضيع أخرى متعلقة بالاقتصاد ومتعلقة بالمجتمع اليوم نتحدثوا على غلاء المعيشة ونتحدثوا على التضخم المالي التضخم كيفش نحسوه كيفش نعرفو أنه بلادنا تعيش في تضخم مالي هل بزيادة الأجر وإلى بزيادة الشهيري في حد ذاتها يعني تنجم من هنا تتحكم في الأسعار الأسعار عليش قاعدة معنتها ترتفع بشكل صاروخي وجنوني غياب بعض المواد من الأسواق التونسية تفقد وبعد ذلك نشوفوا أنها تطرح في الأسواق لكن بأسعار معنتها أغلى من اللي كانت موجودة فيه هذي كل بش نحاولوا نفسروه مع الخبير الاقتصادي اللي يحضر معنا اليوم سيسوفيان لوريمي بعد قليل أكيد مع العشرة تقريبا يبدأ بحثينا في الأستوديو نتحدثوا أيضا على عدة نقاط تجمع الفن والثقافة واليوم بش نتحدثوا على عدة تظاهرات ثقافية تعيش على وقح بلادنا تقريبا من 28 سبتمبر حتى الآخر أكتوبر ثم عديد من التظاهرات الثقافية اللي نحاولوا أيضا في برنامج نسمة صباح أن نواكبوها انتوما تنجموا تتواصلوا معنا على صفحة الفيسبوك الخاصة بالتلفزة التونسية وإلى على صفحتي الرسمية فاتمة بن جمع غربيل وإلى زيدة تنجموا تبعثونا إيميل على برنامج نسمة صباح الجيميل بوان كوم هذي الكل تنجموا أكيد تتواصلوا فيه معنا تقترحوا مواضيع وأيضا إذا كان عندكم أي تفاعلات بخصوص المواضيع اللي نقترحوها أنتوما بتبيع مرحبا بكم إذن ركن الطبخ أيضا هو جزء من حصتنا شيف راوية القطي تحاول أنه تأمن كل الوصفات الموجودة في برنامجنا على امتداد ثلاثة ساعات من البث المباشر وخلينا نكتشفوا معها الوصفة اللي خصتها لكم لليوم صباح النور راوية صباح الخير ليك فاتمة صباح الخير لكيفة الفريق صباح الخير على كيفة مشاهدينا ومتابعينا على قناة الوطنية واحد نهار جديد تبارة جديدة جيتنا من نسمة إيطالية اخترنا بش نعملوا بوتانيسكا سباكيتي بالبوتانيسكا بش نستحقوا فيها تماطم الفرشك بش نعملوا فيها تومات سوهي زيدة بش نحطوا فيها الثوم بش حطوا فيها الفلفر بالعبيد والزيتون لكحل والزيتون لخضر الكبار لنشوها بش نفوحوها بشوية فلفل مهروش ثوم الشيح وشوية ملح والجانب هذية بش نعملوا سليتا بش تكون تهي لسيخطو الصغار بش نعملوا فيها الفقوس والتماطم بش نحطوا فيها الكريم كريم أوتان ولا الموس أوتان بش نشوفوا كيفش بش نحضروهما بعضنا وبش نقعدوا في نفس الإتار اللي في الدسير بش نعملوا البناكوتا ولا البناكوتا منعش كل إحد كيفش يسميها برش عبيد تعجبهم برش عبيد يحبذوها المقادير عندكم على الشيشة اللي أنا تو بش نقولهم دجا عنا 500 ميليلتر من الكريمة السائلة 40 جرام سكر عندي زوز كعبيد زوز كعبيد سكر فني وأربع جرامات من جيلاتين نشوفوا كيفش نحضروها من بعض كما قلت لكم رابرش عبيد يحبوها ما يعرفوش كيفش يحضروها راهي سهل على الأخر وبأربع مكونات تكون عنها جس أنا بش نزيدها من بعض كريم الفوق بش نزين بها ليه كريم سيتران نجمو نستعملوا دوتخو كريم عندها كسوة فريز ولا سوريز ولا حتى بالكيوي ولا أي حاجة أحنا نحبوها أنا ما بقالي كيم شو قولكم تابعونا بش نبدي وأول حاجة بدي السيخات رو لازم شوية وقت بش يبرد وتونعتي الكلمة الفاتمة يعطيك الصحة راوية أكيد بش نتابعوك ونعرفو الوصفة متاع اليوم كيفاش يتم أعدادها في البلاتول الحواري هذين نستدعى برشة ضيوف يجيوا بحذين نتحط في برشة مواضيع مرسلات صحفية من كامل تراب الجمهورية مش نتحطوا على الهجرة غير النظامية وخاصة في صفوف المفقودين وخاصة أنهم اللي يختاروا يهجروا بطريقة غير شرعية هذين كل أكيد ناخدوه معنا اليوم في البلاتو وأيضا تونس ليك نحاولو أيضا نغطيو كامل ربوع تراب الجمهورية من خلال وماذا تخص بلادنا العزيزة نشوفوها بالتوازي بداية الحصة تكون مع أحلا نغميجيكم بصوت سميرة سعيد هما نعود اشتركوا في القناة 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 هوى 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 مدى وملاي هوى 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 مدى وملاي هوى 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 MMORWorld نرجو معكم للبلاتو بعد أحلى نغام صباح يجيكم بصوت المطربة ساميرا سعيد نمشيه لأخبار البلاد وأخبار الجرائد والصحف والمجلات شنوه عنوانات وشنوه كتبت في هذا الصباح نبدأ مع العنوان اللي تهم الشأن العام وشأن السياسي ونشوفوهم على الشاشة بطريقة مباشرة نبدأ مع العنوان الأول ونتحط على برنامج الإصلاحات الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية والمنظومة الجبائية حكومة بودن بين إرضاء صندوق النقد الدولي وإقناع اتحاد الشغل وتدرك حكومة نجلة بودن جيدا أن القادم سيكون أصعب في عملها على تنفيذ برنامج الإصلاحات الذي يعد المفتاح الأساسي لضمان توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هكذا عنوانة جريدة المغرب وتقرأ باقي التفاصيل في هذا العنوان نمشي للمقال الثاني ونتحدثه على رئيس الجمهورية والذي قال أنه يجب أن تتحمل المجموعة الوطنية كلها على قاعدة العدل الاجتماعي الصعوبات وتتقاسم الأعباء إذن إذا كانت هناك صعوبات والعالم كله يشهد صعوبات في عديد القطاعات فيجب أن تتحمل المجموعة الوطنية كلها على قاعدة العدل الاجتماعي هذه الأوضاع ذلك ما أكده رئيس الجمهورية خلال اجتماعه برئيسة الحكومة هكذا عنوانت وكالة تونس إفريقيا للأنباء ونمشي للمقال الموالي ونتحدث أيضا على زيارة الطبوبي إلى الحمامات حيث تحدث وعنوانت الجريدة جريدة الصباح في عددها نرفض رفع الدعم ومزيد الإضرار بالمقدرة الشرائية حيث أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نوردين الطبوبي اليوم خلال افتتاح الندوة الدستورية لقسم القطاع الخاص المنعقدة بالحمامات على أهمية القطاع الخاص داخل المنظمة وداخل المجتمع التونسي وهكذا عنوانت جريدة الصباح تقرأ باقي المقال في هذا العنوان نمشي أيضا نواصل مع العنوان الموالي ورفضا لأشكال العمل الهش أعضاء جامعة التعليم الأساسي تعتصم في مقر وزارة التربية وكلنا قد تابعنا ما وقع من احتجاجات في كامل التورب الجمهورية حول التسمية من خلال تسمية الأعوان النواب بمكلف بالتدريس حيث دخل بالتوازي مع يوم الغضب في سلك التعليم الأساسي الذي عاشته مختلف مناطق الجمهورية أعضاء الجامعة العامة للتعليم الأساسي بمقر وزارة التربية من أجل التصدي لكل أشكال التشغيل الهش نمشي ونواصل مع عنوان موالي نلقاوها في جريدة نتحدث على توقيع اتفاقيتين تعاون مالي جريدة الشروق وفني بين تونس وألمانيا حيث أشرفت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الربحي بمقر الوزارة على توقيع اتفاقيتين في إطار آلية ضمن برنامج التعاون المالي والفني بين تونس وألمانيا خاصة بدعم مجهودات الهيك العمومية المكلفة بتنفيذ برامج الإصلاحات رنفرسمن des capacités رفورم des institutions تونسيين رنفرسمن des capacités نتحدث على العنوان هذا يجمع التعاون المالي والفني بين تونس وألمانيا وهكذا عنوانة جريدة أشرف نمشي ونوالي نتحدث على جريدة المغرب في عنوانها عفوا نمشي وكالة تونس إفريقيا للأم بي ونتحدث على بدء فعاليات منتدى النقابات القاري حول منظمة التجارة الحرة الإفريقية نتحدث لهنا على عديد من العنوين الاقتصادية الهامة والهامة أيضا نتحدث لهنا على مشاركة مئة نقابي إفريقي يمثلون أكبر النقابات الناشطة بالقارة بالقارة الإفريقية المؤتمر هذا ينعقد تحديدا في تونس بالعاصمة باقي التفاصيل تعرفها من خلال موقع وكالة تونس إفريقيا للأم بي ونختم بالعدد الاقتصادي لجريدة المغرب حيث تحدثت على توقعات بمزيد التراجع مع دخول الفجوة الخريفية تراجع في نسق التزويد يرفع أسعار جل المنتجات الفلاحية بالنسبة تصل إلى 85% وتظهر إحصائيات التزويد والأسعار الصادرة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بوضوح الصعوبات التي تعاني منها أغلب منظومات الإنتاج الفلاحية هكذا ننهي فقرتنا الإخبارية من خلال قراءة بعض العنوين الموجودة في الصحف نمشي ونواصل معكم نسمة صباح نواصل معكم برنامج نسمة صباح ونبدأ بداية في هذا الصباح الموعد الخاص بالصحة ونتحطه تغذية كبداية اليوم اخترنا أنه نتحطه على موضوع يهم التغذية لكن يهم أيضا الأحكام المسبقة وإلا الأحكام السائدة اللي تربينا أنه نسمعوها حول نوعية الغذاء اللي ناكلوه هذي شنو يصلح هذي شنو يفيد هذي كننحاول أنه نفهم صحيح من الغالط مع خصائية التغذية ريحاب جلاصي اللي تنورنا اليوم صباح النور ريحاب أهلا وسهلا صباح الخير لك انتي فاتنو لنسي الكل يتفرجوا فينا على قناة الوطنية الأولى مشكورة جدا على الحضور معنا بش نحاول ونفهم معاك شنو الصحيح وشنو الغالط علشي اخترنا الأحكام المسبقة وإلى الأحكام السائدة خطرت ربينا نسمعو بارشا حاجات تنجم تكون صحيحة تنجم تكون غالطة انا بش نحاول أنه نطرق الموضوع هذي من خلال النوعية متاع الغذاء اللي ناكلوه سواء كان في علاقة بالنشويات الزلاليات السكريات والدهنيات وانتي تقولي شنو الصحيح وشنو الغالط بش نبدأ بداية بالنشويات النشويات خلينا نعرفوا لشنو يصلحوا بالضبط وشنو الفائدة متاحهم خاصة بالتبيعة احنا هوني كنقولونا شويات هما يمثلوا معنتها مجموعة مهمة من الهرم الغذائي متاعنا يعني هوا هي مجموعة غذائية مهمة ولزمها تكون موجودة في النظام الغذائي متاعنا كنقولونا شويات هوني شنو نقصدو بيها بالضبط نقصدو بيها الخبز البطاطا العجين انجنغال من غير ما ننسيه البقوليات يعني العدس الفول الحمص حاجات اللي كي منها كي مهمتهم شنو بيش يعطيونا الطاقة عندهم دور مهم جدا للطاقة على خطرهما عبارة اذا كان ما تتم عملية الهضم بيش يوليو عبارة على يعني هي السكريات المراكبة وإلا النشويات هي عبارة على سلسلة وكالسلسلة ديك فيها حلقات الحلقات هذيك وقت ما تتم كسرها وإلا عبارة نحكيوني على عملية الهضم بالأنزيمات الخاصة لعملية هضم السكريات البطيئة اكالحلقات هذيك ومهم عبارة على سكريات بسيطة وترجم سوفهم دو غليكوز واللي هي يعني المصدر الأول والرئيسي للطاقة اللي يستحقوا الجسم منطيعنا بتبيع الجميع الأعضاء بح يقولوا أنه النشويات تسمن شنو الصحيح وشنو الغلط بالضبط احنا ديما هوني عنا فكرة اللي الخبز يسمن اللي بات العجينة انجيني غالي يسمنه والشوفين يضعف على فكرة الشوفين زيدا رهوا ينتمي لعائلة النشويات كيف كيف الشوفين الكينواء البرغل هذو ما الكلهم بتبيع ينتميوا لنشويات بيه هوني غن نعطيه مثال بسيط نفهمه بيه إذا كان احنا ناخذوا 100 جرام خبز وإلا عبارة على شتر باقيت فيها تقريبا 375 حريرة إذا كان ناخذوا زيدا 100 جرام مقرونة طايبة بيش نلقاهوا فيها 125 حريرة وإذا كان ناخذوا 100 جرام شوفين بيش نلقاه فيه 385 حريرة هوني كان نعمل مقارنة بيش نلقاهوا شوفين أكثر واحد فيه سعرات حرارية المقارنة اللي هي فيها أقل واحدة هوني يمكن نفهمه اللي اه المقارنة ضعفنا ولكن شوفين يسمنوا ولكن احنا نعرفوا لي بالعكس يمكن شوفين نلقاهها في الحميات وفي الرجيم هوني يحبوا نفهمه إذا نفهمه معلومة مهمة اللي يرهوا السعرات الحرارية مش هي الحاجة الوحيدة اللي نعتمدوا عليها بيش نفهمه القيمة الغذائية متاع التغذية متاعنا دي ما يزن نركزه زيدا كيف كيف على المكونات لكاليتي ونقولون هزيدا لدونسيتين وتريسيونيل يعني اكا القيمة الغذائية متاع اكا الغذاء هذيك بما فيه من فيتامينات من معادن من أملاح بما أنا كنتي تحدثت على المكونات من الأحكام السائدة أنه البات متاع المكونات الكمبيت معنتها فيها أقل سعرات حرارية وتساهم في أنها تضعف الجسم شنوه الصحيح وشنوه الغالط؟ بالضبط دونك احنا هوني كنتي نقارنوا السعرات الحرارية متاع المكونات البيضة ومتاع المكونات الكاملة راهم نفس السعرات الحرارية ولكن كل عادة شنوه اللي يختلف هي النوعية دون كنتي نجي هوني يشوفوا معنتها نسبة الألياف اللي تكون في المكونات الكاملة بشنلقاها أكثر من نسبة الألياف بالتبيعة اللي في المكونات العادية وبتبيع المقرونة الكاملة كنقول فيها أليف بتبيع يعني القمح كيتم عملية صناعة المقرونة كنقول القمح الكامل يعني بما فيه من معادن وخاصة من فيتامينات ديو جروب بي دونك تكون المقرونة الأخرى فيها أكثر ديجا دي فيتامين شنو مالة اللي يخلي ضعف إذا كان نفس عندهم نفس الصعرات الحرارية نسبة الأليف هي المسؤولة اللي بجتعطينا إحساس بشباع يكون أكثر فمحاجة أخرى زيدة اللي نعطيها أهمية وقيمة حتى كنكون المقرونة بيضة ولكن راهي تنجم تخلينا نضعفه اللي هي طريقة الطهي ديما المقرونة على قد ما تبدأ الدنتي يعني مع توقيت الطهي بالضبط مايفوتش خمسة دقايق هذي راهو بشي خلي المقرونة خليوها نمضغوها أحنا أكثر في الفم وهذي اللي بشي يعطي لسينيو وإلا الإرساليات اللي يتبعثهم المعدة للمخ دونك هوني فما قام مساج اللي المعدة تبعثه للدماغ اللي هو يكون يعطي الإحساس الصحيح للشبع واضح جدا هذي يفي علاقة بالنشويات اللي في كولون نمشي ونتحثه على السكريات السكريات لشنو نحتاجوهم في جسمنا الفوائد متاحهم وشنو صحيح ما الغالط بتبيعة هوني كنقولوا سكريات يعني فما بارشة أنواع عنت على السكريات وما كيف كيف نستحقوهم ولكن الكمية تكون بسيطة يعني حسب المنظمة العالمية للصحة عنا في النهار من نتجاوزوش الـ 25 جرام سكر ولكن هوني الردوا بينها كنقولوا 25 جرام سكر بما فيها السكر متاع الغالة اللي ناخذوها من كعبة الغالة اللي بشناكلوها بما فيها السكريات اللي نلقاوها في الحليب ومشتاقاته على خاطر عنا نوع متاع السكريات اسمه لولاكتوز نلقاوها في الحليب وفي الياغورت وبتبيعة بنسبة قليلة نلقاوها زد كيف كيف في الجبن دونك إذا كان احنا نحسبو نحيو البورسيون متاع السكريات اللي ناخذوها من الغالة وناخذوها من الأحليب ومشتاقاته راهي بشتاق نسبة قليلة من السكريات المضافة يعني تقريبا تقريبا يقالنا كان طابع متاع السكر فقط بيش نتحدثوا على الهناء السكريات في علاقة ما بين السكر البيض والسكر الاصمر يقال أن السكر البيض يسمن والسكر الاصمر ما يسمنش صحيح ولا غالط بالضبط هوني خاطر أي حاجة راولونها غامق يمكن تعطينا مثال وإلى تقربنا الصورة انت الخبز الكامل والخبز البيض ولكن راهوا مهمش كيف كيف السكر الاصمر والسكر البيض راهوا نفس القيمة أولا الغذائية يعني بلوتوت طابع سكر أسمر ولا طابع سكر أبيض مش عطينا عشرين حريرة خاطر عنا خمسة جرامات من السكريات وراهوا كيف كيف شمعناتها كيف كيف المؤشر الجليسيمي هو نفسه يعني كيمة السكر البيض كيمة السكر الاصمر متى لسول دي فيغانس الاختلاف الوحيد هو أن السكر الاصمر مش نلقوا فيه أكثر معدن شوية من السكر البيض ولكن نرهوا كيف كيف نخافوا منهم لثنين طيب جدل مش نحطوا على المشروبات الغازية المشروبات الغازية اللي برشع بيت تقولك هي من بين السوائل اللي معناتها نحس روحي كيف نشرب مشروب غازي نحس بالطاقة والنشاط هل أنه المشروبات الغازية تعطينا الطاقة والنشاط صحيح ولا غالط الفكر هذه موجودة فاطمة وزيدا حاجة أخرى يقول لك نشرب الغازوز باش نتروي دون كيف عفما عبيد تعوض به الماء بطبيعة المعلومة هذه غالطة على خاطر الغازوز هو عبارة على سعرات حرارية فارغة يعني باش نلقوا فيها نسبة كل وسكر معدن ماء وسكر بطبيعة ديكولوران جاز ساعات نلقوا فيه زيدا أكلون لكحل اللي نلقاها ساعات في الغازوز هذيك اللاسيد فوسفوريك واللي هو راهو في الحقيقة نستعملوه باش نحيه وزديد معنتها من الحاجات للحديد وإلا أي حاجة كيما هكا نحيه ومنه وزديد بطبيعة نستعملوه بنسبة صغيرة بالكل في المشروبات الغازية ولكن رده بنا على خاطر يأثر على يأثر على السنين متاعنا وذيك عليش بعد ما نشرب الغازوز عادة نحس فما حاجة هكا في السنين نحس في السنين هكا تعمل كيما نحس والكل هذيك بتأثير متعلى سيد فوسفوريك واللي بتبيعه بطول المدة باش يمنع كيف كيف زده امتصاص الكالسيوم وبتبيعه عنده برشة مظار ومغير ما ننسوي الجاز اللي برشة عادة دي يقول لك تهضم نشرب الغازوز ده كيف كيف بشي هضمي اللي حكوه هذه المعلومة غالطة على الأخر ماهيش صحيحة بالعكس يعني بيومكم بش يعطينا احساس هكا وقتي متاع هكا راحة وكونفورت ديجيستيف ولكن في الحقيقة راهو بالعكس ما عنده حتى علاقة بعملية الهضف نواصل ونمشي ونتحطوا على القوارس ونتحطوا على فيتامين سي واللي نلقاهم اكثر حاجة في البرتقال في العصير يقال انه البرتقال من المفضل انك تاخذوا صباح ما تاخذوش في الليل على خطر كان تاخذوه في الليل ما يجيكش النوم ما تنجمش ترقد خطر هو يساهم في انه ينشط عملية الجسم صحيح ولا غالط هذه معلومة غالطة هي موجودة مع تدي ما نقوله احنا ما نكلوش فيتامين سي اي مصدر متاع فيتامين سي في الليل ولكن راهي معلومة غالطة الفيتامين سي ما هوش هو اللي ما تضغي ما عنده افا كبير انا في اكسيطو اللي يمكن بشي طاير علينا النوم نقارنوه بالقهوة نقارنوه بالتاي وي دونك هذيكم ينجموا يطايروا علينا النوم وعلى فكرة فاما عباد يمكن بالعكس يجيب لهم النوم يعني هوني بطبيعة اللي في متاع القهوة مثلا يختلف من شخص لشخص ولكن الفيتامين سي راهو بالعكس ما عنده حتى تأثير وبالعكس راهو ما يطاير لناشي النوم هو عنده علاقة بالدوبامين الدوبامين دونك الصناعة الدوبامين في الجسم الفيتامين سي يدخل في تكوينها ولكن بالنسبة للنوم راهو بالعكس نجموا ناخذوا كاس جو دورانج وإلا كعبة بروتغين في الليل راهو ما عنده حتى دخل مع عملية النوم بيش نواصل منتحدثوا على اللي بخودويلة تيه اللي هما نلقاهم في الحليب ومشتقات والحليب الياغورة الجبونات يقولك أنه المواد هذية غنية بالكالسيوم وأكثر حاجة تلقى فيها الكالسيوم تلقاه في الحليب ومشتقات صحيح ولا غلط؟ هو هوني كان نحكيه لتنغ ماتا قديش نلقاه كالسيوم فكالليمون هذي كان بيش نلقاه مثلا اللي جلجلين فيه أكثر كالسيوم من حتى كاس الحليب وإلا طبعا تعجبني ولكن هوني عنا نوسيوم مهمة مفهوم مهم يذن نردوا بيننا منه اللي هي يعني كيفاش الجسم يمتص أكا الكالسيوم هذي كان يعني الحليب ومشتقاته بشكون أكثر برشة من الكالسيوم اللي نلقاه في الجلجلين ولكن الجلجلين بش نلقاه فيه أكثر كالسيوم من البخودويلة تيه هل صحيح أنه يقولك البيمان جون اللي هو الفلفل الصفر فيه أكثر حاجة معنطا غنية بالكالسيوم هو هوني معنطا أكثر حتى من الحليب ومشتقاته أكثر من الفيتامين سي من الفيتامين سي فلا دونك الفلفل الصفر يكون فيه أكثر فيتامين سي حتى من كعبة البردغين فلا الفلفل الصفر نلقاه فيه أكثر فيتامين سي من الفلفل الأحمر والفلفل الأحمر فيه أكثر فيتامين سي من الفلفل الأخضر أكونديسيون ناكلوه هنا يعني في صلاتها خضرة ولا حاجة ناكلوه هنا هكيكا بش نجموه نستفيدو من الفيتامين سي أوه هذه معلومة بيه يا معنطا أكا بش يعرفوا اللعب دوك الهنين مشونا نتحطو على الزيوت الزيوت النباتية بصفة عامة نتحطو على زيت الزيتون نتحطو على زيت لقطانيا زيوت بصيفة عامة. يقال أنه زيت الزيتونة أنفع من زيت الاقتانية ومن زيوت الأخرى. صحيح ولا غالط؟ بطبيعة صحيح. يعني زيت زيتونة من بين أحسن زيوت. عليش؟ على خاطر التركيبة متاعو من الدهنيات كنقارنوها بزيت عبد الشمس وزيت الذرة. زيت السجا. هذو ما بطبيعة بش نلقاه زيت زيتونة يتميز عليهم باللوميغا نوف. احنا دي ما نحكي عن الوميغا تروى. ولكن فما الوميغا نوف اللي هو مهم جدا. خاصة هوني إذا كان بش نحكيه على الالتهابات. وابطبيعة إذا كان بش نحكيه على خاصة خاصة أمراض القلب والشريين. زيت زيتونة يعني إذا كان أحنا معناتها نواضبوا يوميا على استهلاك زيت زيتونة. راهوا بطول المدة. بتبيعة دي ما لفريقونس. دي ما على قد ما نواصلوا. راهوا من بعد نجم يعطي مفعول. ولكن إذا كان ناخدوا في مدة قصيرة زيت زيتونة. ونحب ونلقاوا مثلا التحليل معناتها الالديال. ولا دهنيات هذو ما اللي دوروا في الدم يتيحوا. راهوا بطبيعة مناش بش نلقاوا نتيجة. ولكن زيت زيتونة راهوا بطبيعة أنفع نلقاوا في حتى الفيتامين أ خير ببرشة من أنواع الزيوت الأخرى. زيت زيتونة من الدهنيات. طبعا. ونحن تقول بش نتحثوا على الدهنيات بصفة عامة. الميكلة نجم نقوله لقوية. الميكلة القوية. هل أنه صحيح أنها تسمن؟ دونك الهنين تحثوا على الدهنيات بصفة عامة اللي هما فيش نلقاوهم بالضبط؟ هما الدهنيات رانا نستحق لهم. يعني الجسم يستحق بنسبة بالطبيعة اللي يستحقها من الدهنيات على خاطر تدخل في تكوين الخلايا تدخل في تكوين الهرمونات بطبيعة عندها دور مهم خاطر الجهاز العصبي بتاعنا الدماغ يتكون أساسا من الدهنيات دونك الدهنيات من ناحية ومش راهوا مهمين. ولكن كالعادة الكمية والنوعية دونك يتبدأ مثلا احنا بش نطيبو مثلا بالمارغارين بش نختارو نقليو الزيت كيف كيف حاجات اللي كيمان هكا نستعملو ديما لفخيتور ديما نقليو حاجات اللي كيمان هكاية وإلا زيت كيف كيف نعرضو الدهنيات لدرجة حرارة عالية الزبن نخليوها برشا على الغاز الزيت كيف كيف كسوسوها زيت زيتونة وإلا حتى أي نوع متاع زيت أخرى صحيح زيت زيتونة مثلا يتحمل أكثر درجات الحرارة ولكن ونفع القيناة الزيت بدأ يخرج في الدخان راه وقتها فم مواد سامة راه بدأت تتكون في الزيت اللي هي راه بشو ظرر لنا الصحة متاعنا يعني هوني نحب نأكد اللي الدهنيات ضرورية الحم والجاج وغيره معناتها هو يعتبر في أي خانة لهنا معنات نعتبروه في الدهنيات وإلا في البروتينيات الحم والحوت والجاج والعظم بطبيع نعتبروهم من بين البروتينيات ذات مصدر الحيواني ولكن مثلا الحم بش نلق فيه اكثر نسبة متاع الدهنيات مثلا فما أنوotros نعتبروهم مغرا على خاطر منش نلقا فيهم نسبة عالية متاع دهنيات كيف كيف ما اسمال الدجاج يعني اللحوم البيضاء ليست تسمعوا ولكن هما أساسا نعتبروهم مصدر متاع بروتينيات يقولك أنه الحم وماعناتها سوى كان العلوش وإلا البقري ابعد عليهم في الليل ما تكلهمش في الليل خاصة العباد اللي يعانيوا من أمراض وإلا عندهم ضغط الدم وإلى غيره صحيح ولا غالط هي هذه المعلومة صحيحة مش حتى الأشخاص اللي عندهم يعني بعض الأمراض المزمنة على خاطر أحنا عنا حاجة اسمها الكرونو نوتخيسيون اللي هي أكالوغلوج بيولوجي خاطر جسمنا فيه ساعة بيولوجية يلزلنا نتبعوها في الليل عادة ما اتقل الجسم خاطر هو يفرز أنزيمات والأنزيمات هذية هي مسؤولة على عملية الهضم في الليل نلقاو اللي أنزيمات هذية الجسم يقلل من إفرازها وهوني نفهمه اللي راهو يقلنا الجسم عبارة راهو لعشاه بشيكون على حاجة تكون خيفة وهوني الحم مثلا خاطر بحكم هو غني بالمواد الدهنية وبتبيعة من غير ما ننسي ولومودو كويسون طريقة الطهي هذية اللي بشي خلي راهو الحم يقعد في المعدة ومدة عملية الهضم تجب تقعد أكثر حتى من ساعتين طيب جد مش نمشي نتحطه على الخذر ونكمله مع الخذر الورقية نتحطه على السبناخ وغيره يقولك أنها غنية جدا بالحديد ومعناتها وقت اللي تطبخها تفقد الكميات الغذائية متاحة صحيح ولا غارد؟ هو عادة الخذر والغلال هوني كيف كيف تريق التهي عندها قيمة مهمة إذا كان احنا مثلا بش نسمتو أكا الخذرة هذيك خاطر المعادن والفيتامينات اللي فيها الكلها بش تتسرب في الماء الأخوة مثلا كيف نفوروها وإلا الماء هذيك نستعملوه في شربة في حاجة وقتها نستنفعو من المعادن اللي فيها دون كوني طريقة الطعي مهمة بشكيك نستنفعو من الفيتامينات والمعادن اللي تكون في الخذرة مشكورة جدا رحب جلسي مراجية نعطيهم غيجيم لحقيقة الوقت يدهم فينا وعن برشة ضيوف في الانتظار معنا زميلنا خميس بوبتان موجود معنا في المباشر في إطار متابعة مجهودات البحث على المركب اللي خرج في هجرة غير نظامية ناخذ أكثر تفاصيل معاك خميس من تطوين سبح النور تحية لك ولكل مشاهدين الكرام نحن موجودين في الفضاء الميناء الصيد البحري بمدينة جرجيس فاطمة في متابعة لمجهودات البحث التي انتلقت منذ يوم الأول أمس للبحث عن مركب فقد الاتصال به انتلق يوم الجمعة يوم الأربعاء الماضي عفوا من انتلاق من سواحل بمدينة جرجيس في تارك كما ذكرنا هجرة غير نظامية على متن هذا المركب حوالي 17 شخص منهم أطفال ونساء بمدينة حال فقد الاتصال بهذا المركب فانتلقت مجهودات البحث على هذا المركب المفقود منذ يوم الأربعاء الماضي كما ذكرنا فاطمة البحث هذه بمدينة الحال قامت تقوم به عديد الأطراف خاصة على مستوى وحدات الجيش البحر وكذلك وحدات الحرس البحري ولكن مجهود آخر بقيمة كبيرة يبذل من قبل البحارة ومجهدين البحريين هنا في مدينة جرجيس وفي الميناء السيد البحري بجرجيس حابنا نذكر أنه فم مجهود على المستوى الرسمي من خلال إحداث خالية أزمة في ولاية مدنين برئاسة السيد سعيد بن زيد ولي مدنيني متابعة هذا الوضع عن كثب وتنسيق هذه المجهودات على البحث عن هذا المركب المفقود ولكي كما ذكرت مجهود كبير للبحارة اللي يقوم بهذا المجهود منذ يوم أمس ومازالوا متواصلين وموجودين على ساحل البحر يبحثوا ويساندوا بطبيعة الحال مجهودات الدولة في المجال هذية باش نتحدث مع مجموعة من البحارة اللي في كل مرة يقدموا درس في التطوع درس في المدنية ودرس في نكران الذات معنا أخونا وصديقنا سيد سلاح المشارك وهو عضو جمعية البحار البيئية التنموية بمعتمدية جرجيس سياسلاح يظلم ديما أنتم في الموعد ديما تقدموا تطوع هذا مش أول مرة على مستوى الإنقاذ والبحث عمل إنساني الواحد تربينا له ومنطقتنا منطقة عودو دي يعني ديما موجودة للمشاكل هذه والحمد لله تربينا على العمل إنساني إن شاء الله ربي يقدر خير ونجوهم وجاعة وجاعة كبيرة لهنا كل راية تشمل الزرزيز من جنوبها الشمال من شرقها الغربها شيء كبير 17 واحد ربي قدر خير إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربي يعثرنا فيه هامس للمغرب خرجنا مؤخر لمحالة شوية لعشر مينين هامس حتى لطاعت الشمس ما لقنا شيء وصلنا لحد خمسين قريب ستين ميل ومجموعة قريب لخمسين ميل بالتنسيق كنا حقو خمسين ميل وستين ميل تقريب على الحدود الإيطالية معنا مازال خمسين ميل على حدود الإيطالية يعني حوامنا مع التنسيق مع الأمن ربي قدر خير إن شاء الله ما زالت بارتي هذي من قبل إن شاء الله إن شاء الله نقود أن نتأمنه ديما خير إن شاء الله ربي أعثرنا فيهم تخلنا البارح بإخبار قالوا لقوهم تخلنا لغالب كنا نواصلوا هبطنا لحون تسوق على أساس رجعين للحدود التونسية الليبية بالمعنى الجايش ومعنى موجودين الناس قاعدة تخدم وإن شاء الله ربي أعثرنا إن شاء الله ربي أعثرنا فيهم خبر سمع حامس قلنا صحيح لقوهم إن شاء الله نلقوهم موش مؤكدة إن شاء الله إن شاء الله نلقوهم إن شاء الله وإحنا حضرين بحارة لغالب هك هو الوضع الاقتصادي تعب شوية على البحارة حتى الهجرة والمهاجرين الرهي تعبت البحار المجهز والبحار يلزم حلول يلزم نستتلفت وتتشوفها المشكلة هذي يزم يكون للأحل يعطيك الساحة برك الله فيك شي سلاح بشي نواسل فاتمة مع مجموعة البحارة في الحقيقة ليتوهم أصباح روحوا من البحث ولكن بشيواسلوا فما مازال البحارة أخرين على مراكبهم يساندوا في المجهود المبذول سفرحات كريم أنت كنت في البحار شنو اللي عملتوا وقمنا بعملات تمشيت سبع مراكب مع البحرية الوطنية مع الحرس الوطني مع الطائرات فيه قمنا بتمشيت حكاية 60 ميل بقينا بقينا حكاية 50 ميل على السواح اللي تلي ولمناش عتى أثر يقينا جثث أفريكان قدم شوية كوزوز قمنا بالتبليغ عليهم ودخلوهم البحرية الوطنية واذا تقسموا في طنو شوية عبطنا لكسير شاء جيت معلومة لأن فما بالنسبة للمركب هذي لتو مازال معناتك مازال موجدهم لا لا مهناش مهناش حتى أثر ومتاح مهناش حاجة غص دكاب في البحر ولا بودين ولا حاجة مهناش مالقينا حتى شي شاء الله رب يسمع علينا الخير باش ننهيو مع أخر بحار سعيد مجيد مرحبا بيك مجيد هو عضو جمعية البحار التنموية مجيد اليوم المجهود كبير بإمكانيات ذاتية بحارة معناتك نتلقوا معناتك بواعز وطني واعز متاع أخوة حاولتوا تساعدوا وتعاونوا في المجال هذا هذا مش غريب على البحارة يعني كنحكو على البحارة فما ننسوش أنه في السابق تمت عمليات إنقاذ حتى الناس معناها ما نعرفوش لهويتهم لأصلهم لفصلهم لدينهم لحتى شي فما بالك اليوم كنحكو على أولاد بلادنا يعني ما هيش مزرية الواعز هو واعز إنساني بحت وما فماش حتى ونغيف لشي بادفوة بش نوصل ونعملوا حاجة كما نك دونك البحارة مستعدين وديما مستعدين متجندين الحالات هذه للأسف نعيش في بلاد يعني كالكبار الدز في مواطناها بشي هاجر بشي أهد يعني هالفينومان هذا ولا هالظاهرة بتاع الهجرة غير النظامية رأي ما هيش بشي توقف مدام ما فماش حلول ما فماش تنمية في البلاد ما فماش منها نظام صحي يحمي الناس هذوم فماش خرج يعني في القارب هذا ماشي بشي داوي استعداد من دولتها بشي تتحظنا وبشي تدويه نظرا ان المدوات متاعها تتكلف وغالية فاختار انها ياخذ الريس كوشق البحر بشي يمشي داوي روحها فيه هو تورغم سول احوال الجوية اليوم لكن البحار ما زالوا متواجدين في البحر ويبحث بالطبع فما بحار ما زالوا موجودين على البحر بطبيعتهم يعني يخدموا وفي أوقات اللي يعني وبشي يبحثوا بالطبع مع التنصيق مع الجيش البحر الحرس البحري وباتصال مع البرج المراقبة وكل شي وعند حياتك صحة سيماجيد عمر عضو جمعية البحار البيئية التنموية كانت هذه فكرة واجواب الميناء السيد البحري فاطمة بصور زميننا نورديل عزلوك معناتك اجواب صراحة فيها برشة حزن فهي برشة انتظار لما صير هؤلاء المهاجرين غير النظاميين اللي امشاوا وفقدوا الاتصال بهم منذ يوم الاربعاء الماضي كما ذكرت فقط بالتذكير بالمجهود على المستوى الرسمي فاطمة خليط أزمة اللي موجودة في ولاية مدنين عفوا تم تشكيلها منذ يوم أمس وتواصل لعمل الامتاح ان شاء الله يأتيك صحة خميز نحن نرجع لبلتون اسمه صباح لحقيقة مؤسف ما يقاع للأشخاص هذوما اللي يختاروا الهجرة غير النظامية بطريقة غير شرعية يختاروا أنهم يغادروا بلادهم برمي نفسهم عرض البحر يعني لهنا المخاطر هل أنه معناتها تستحق أنك تغادر بلادك وتمشي في البحر ما غير ما تعرف معناتها المخاطر الكبيرة اللي تنجم تتعرضلها وتشوفوا معناتها أغلبية الأشخاص يتم فقدينهم يعني مش الناس الكل توصل وين متحب إن شاء الله على الأقل يلقاوهم هذي اللي نتمنيوه وإن شاء الله النزيف هذي متع الهجرة غير نظامية يتوقف نحن نرجع للبلاتو نتحدث في موضوع ماهوش بعيد برشة على الوسيلة اللي تم استعمالها اللي هي القوارب وأيضا القوارب الشرعية التقليدية بيش نتحدثوا على التظاهرة خصيصا يتم تنظيمها أيام سبعة وثمانية وتسعة أكتوبر في ضفاف البحيرة بتونس التظاهرة هذه تهم القوارب الشرعية التقليدية ويحضر بحضرنا سيمو حمد إمراد هو رئيس اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة نقولوا صباح النور أهلا وسهلا صباح أخير مرحبا مرحبا بك سيمو حمد لأنك بيش تغادر بيش تمشي لندوة صخفية تقريبا مع العشرة نختنم الفرصة بيش تعطينا أكثر تفاصيل قبل ما تغادرنا مبارك الله فيك الاستضافة التظاهرة هذه هي تظاهرة رياضية لأنه فيها كومبيتيسيوم مسابقة وفيها شكوني جيلول شكوني جيلول ثاني وفي نفس الوقت فيها بارتي التراثية لأنه نستعملوا هالقوارب اللي قاعدين يندثروا بشوية بشوية تثمين جانب التراثي تثمين جانب التراثي من القوارب الشرعية والجانب الثالث هو جانب اقتصادي لأنه صنع هالقوارب هذية يزمها ناس على دي جنراسيون بشي تعلموا مختصين مزلوا ثم مختصين مزلوا وقاعدين يندثروا بشوية بشوية هذلك لقينا الحل هذية اللي نجمع ثلاثة حاجات هذين مع بعضهم يخلي الغرام يزيد بحيث يكثروا خير من اللي يندثروا أكيد وهذه الظاهرة متوجدت في أوروبا أنا كنت في إيطاليا كنت حاضر في الشامبيونام بتاع القوارب التقليدية هذه في إيطاليا وإن شاء الله اللي يربح بشي يكون معنا حاضر نهار سبعة يشارك هنا بالقوارب متاعنا حتى أنتما تعودتوا أنكم تنظموا التظاهرة هذية جيمة في تونس في ضفاف البحيرة الانتلاقة يكون من غادي حابت نعرف كيف تنظيم التظاهرة هذية المشاركين فقط من تونس وشكون اللي مخول لهم أنهم يكونوا في القوارب الشراعية هذه احنا هذه تلم تونس الكل لأن القوارب الشراعية هذه التقليدية موجودة بصفة كبيرة يسر في قرقنا في جربة وفي طبولبة في المستير وين فما البحر يكون مش غارق يستغلوها للصيد للصيد هي وجودها خاصة توا موجودة للصيد في أوروبا تنحات صيد بها ولو أردوها سياحية أكثر كما بنزرت الميناء بنزرت يعني معنتها بقعة حلوة برشة نقول أنا فينيز معنتك تشوف بنزرت تقول كأنك في فينيز لكن غير مستغلة على المستوى السياحي نشوفه في فينيز وقت اللي معنتها تمشي نفس الشكل ونفس المنظر ونفس المكان ونفس الديار مع نفس الزينة وتلقى القوارب تشوق القوارب القديمة القوارب الشرعية اللي هي القديمة معنتها اللي تم يعني سيانتها وتثمينها عليش في تونس لي من عملوش احنا هذيك التظاهرة هذية هي طريف معتها مشاركة ضعيفة من عنا احنا باش نحاول باش نوصل للشي هذك علي مخترتوش بنزرت اخترتو هاو عليش ما اخترناش لان احنا نظمناها قبلنا في البحر ديما تكون المشكلة المناخ يكون يحكم فينا تجيب انت ناس من بره وتحضر ولكن نهارتها يجي ريح ويجي متجم بتاع في البحيرة الماء مش غارق ياسر بحيث وعننا اكثر امكانية باش نجمون نعملوها في البحيرة طيب جدا شنو نتوقعو نهار سبعة اكتوبر الافتتاح كيفاش باش يتم مش نجمون نشوفو نهار سبعة الافتتاح ان شاء الله باش يكون بحضور المشاركين الكل التوانسة والاجانب اللي باش يجيوا باش يقع الاستقبال متاحهم وباش يقع فما زادة فما مشاركين في التنظيمة معاكم وإلى انتوما فقط فما الوزارة نحن نشكر وزارة سياحة كتابة الدولة للبحر يقعدين يتبعوا في التحذيرات لكل مشكورين وباش يكون بخلاف التظاهر الرياضية فما تدخلات من عند من صالح بن عمر لانه واصيل قرقنا وعنده اختصاص في الميدان هذية باش يعمل محاضرة على القوارب الشرعي وتثمينها وصيانتها خاصة نحب أن أكد عليها كونه تعودوا باش يقولونها لفوالاتين ألوركو هي معندها حتى صيلة باللاتينية هي كلمة مأخوذة من الفوالاتين أتروالات معتل اللي هنو الشراع هذية تعمل بعد الشراع المربع كان وقت اللي العرب عملوا شراع ثلاثي هذية أتروالات هم ألقوها أتروالات لاتين وحطوها ربطوها ببعضها أولا تلاتينية على كل تنجمو تابعوا أيام سبعة ثمانية وتسعة أكتوبر في ذفاف البحيرة بتونس بطبيعة بشو تشوفوا تظاهرة هذه تظاهرة تجمع القوارب الشراعية التقليدية واللي من خلالها يتم تثمين التراث البحري خاصة شكرا لك سيمو حمد المراد على الحضور معنا نمشي ونواصل مع راوية ونلتحق بها بعد قليل أحنا رجعنا لكم اليوم كما سبق وحكينا البناكوتا راهي سهلة ما يجوز نبدو بها هي أول حاجة على خاطر تاخذ وقت في البرودية متاحة لازم تقعد ما بين ساعة تين ونص وثلاثة سوية في الفريجي دا أنا جيت بحثيك راوية بش ناخد لديتايل كل من هنا داكور هنا التنجرة متاعي خليطها تسخن بش نزيد عليها 500 ميليليلتر من الكريمة سائلة بش نصبوها بسم الله الكريم ليكيد فيها أنوية راوية اي مش كريم خيش كريم ليكيد وحنا ما نستحقوش هون يكلي 35% فوت هذي كنستحقوها في الليجاتو أكثر نجمو ناخدو هذي الباكل نستعملو في الليبات وكل شي دا فمش مشكل بش ناخد معها 40 جرام سكر وبش ناخد زو سكر فاني بش نحركها مع بعضهم ونخليها حتى لين تغلي لازمها تكون تغلي وبعدها نشوف وشنو اللي بش نزيدوها تحب نعاونك بيصور بي بالنسبة للتزيين أنا بش ن اليوم اخترت بش نعمل بويسك احنا توي كموسم القوارس وكل على بويب دانك خديت بش نعمل الكريم سيتخان نجمو نعملو كريم فرامبواز ولا كريم فخيز كريم بالفخيز معنتها وإلا بالكيوي اللي اللي تحبون انتم كل واحد وضوقوا أنا اليوم اخذيت كيس سيتخان بش نطيبوه مع مغرفة ميكلة انشي وبش نستعمل معه نصف كيس سكر معنتها اشتر القارس معنتها إذا كان القارس استعملت كيس راهو شطروا سكر نحن البناكوتا بتاعنا لليوم اخذيت الفناكوتا اللي نخذوها حاضرة اللي نخذوها حاضرة سهلة مكوناتها سهلين جس نعطيوها وقتها في اللزمة تبرد بمعنتها وسهلة وبنينا نسكل تحبها والكل والدتالي الكل تلقاه مع راوية بدت بالكريم لكيد لازمها تغلي زدتها سكر وسكر فاني احنا اليوم اخترنا السكر فاني على خاطب نعمل معها ستخان نجمو نستعمل طوش تونسية اللي هي العطر الشيء ونحطو معها تواجينا زد وقت الرمين فاتنة نجمو ناخذو الرمين الأحمر بيانسور ناخذو الجو متاعو ونستعملو في بلاسة الستخان هكيكا يكون عنا الكريم متاع أغام أخرى نجمو احنا ابنين بش معنتها نتونسوها لحكاية معنتها هي البش بالنسبة للدكوخ هذي فرمبواز الشيح عملته مع شوية شوية سكر أسمر جس بش يوليلي كرامي زي بش نزين بيه ونعمل نعنيع بيانسور خذيتو هوني فرش جس بش نزين بيهم بعض الكيسين بتاعي بتاو نخليها حتى اللي نتغلي وبش ناخذ الكريم مش نعملو الكريم سيتخان مش ناخذ الكيس القارس اللي حكينا عليه بسم الله بسم الله هناخذ بش نعمل معها نشي والسكر شب السكر لك هذو موجودين في كل دار تنك اي سوحتو تهنيها تكيل بيهم معناتها سهنيها اليوم عملنا قارس معمنيش حاجة مش موجودة ولا حاجة صعيبة بش تتوفر بش نحكيو على الغليم تاع المنتوجات الهني راوية نشوفك انو ديما تستعمل المنتوجات اللي موجودة في كل دار ومهيش غالية واكثر الباز الميكلة تكون بالخضرة وهكا معنات تسهلو على رواحكم بعديكا نعطيه أكثر تفاصيل مع الخبيل اللي بش يحضر معنا نتحط معاه في جانب الغليم تاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للتوينسة كيفاش ينجموا اليوم يرشدوا الاستهليك متاحهم زيدا انا زدت هوني المهار في الميكلة متانشي بشنو قد نحرك حتالي بشن نتحصر على الكريم كيمة الكريم التي نعملوها هذي أغلي تستحق نحب هولا لذيك بشنزيدوه دوا فاطمة أربعة جرامات من الجيلاتين احنا هوني عنا جيلاتين جيلاتين بودر بودر اللي هو نباتي موج حيواني موجود في جران النوع هذي متاع جيلاتين هذا يتحل مع الماء سخون إذا كان نلقيتون ثم الأوراق رغم يتحل في الماء برد أما هذو رغم يتحل في حاجة سخونة دونك كنت حب نحب نحب خاطر لذيك نقف عليها توا بش نحط فسا فسا تعقد اي فسا فسا خاطر كما شفنا ميش برشا ونش فسا أبي يزيها يزيها إذا كان عقادت حطوها على جنب هو لذيك نزينو بها بعد هذه تكستور ذيكي فاتم تشوف تكستور كريم وكتش كنت سيطلع وكتش تولي الكاميرا كريم هذي يتحل كريم لذيك حاجة مهمة لذيك نصف باش كان فما كعابر متاع الجيلاتين نستغنيو عليهم على الخطر تفزدنا التكستور من بعض المطلوبة مهوش يخدم الغاز دكتور مهوش يخدم توا اينا باش نصفي هذي باش ناخذ باي اللي ما عندوش الجيلاتين باش ناجم نعوضوها دكتور في غون الجيلاتين لازم راه موجودة مش حاجة مش موجودة هذيك اللي يحطوه مع الماء جيلاتين هذيك اللي كنت نحكي لكم على لي هو الورقية جيلاتين حيواني هذيك فهمت وذي نبيتي هذي نبيتي هذي نبيتي هذي نبيتي هذي الموجودة الأكثرية باش تشري شنو تقول جيلاتين بودر جيلاتين ايه هو يسالك اذا كان عندو نوعين يقولك شنو حاشتك تحب اللي معنتك كل اوراق وقالت حاشتك بال دوك صافيا سيبيا ايه فالا صافيا ما عنيش لك عابر باش ناخذو الكيسين اللي نحضرتهم الكانتتة هذي يتعمل لنا اربع كيسين هذي كالغول متاع الجيلاتين باش تاقات باش شد روحا باش تولي كيمة الكخيم اه لانك باش نصبوها هذي كاليش بدين بيها احنا اليوم خاطر تحبلها شوية وقت بسك فيها جيلاتين بانسور باش تاقات الكانتتة هذي كي ما قلنا راهي متاع اربع اشخاص اللي حب يعمل اقل ينجم يستعمل ميتين وخمسين مليليتر انا باش نعمل باش نكمل نعمل زوز كيسين اخرى دوك الكانتتة تكافيني الاربع اشخاص وهذي كاوقتيش تزيدوا هذي كان بعض ما هذي كا يبرد بعد هذي يبرد دونك وتزاين بعديكا بالكخيم وبالفرامبواز وبالنعم تنشوفوا الطريقة كيفيش من بعض بزلت حاجة اخرى باش تخبرنا بل هذي بالنسبة للحلو بالنسبة للبوتانيسكا انا اخذيت هوني الستة كعبية تماثم خليطهم لازمهم يتشيبوا باش نبعض القشروهم باش نعملوهم بلي تنشوفوا كيفيش الطريقة والمراحل متاع تحضير البوتانيسكا متاعنا دوك نرجع لك انا عندي ضيوفي حاضرين في البلاتو ينتظرو فيه باش نمشيوا مع ربريك ديما الناشط ربريك رياضة للجميع ثم نرجع البلاتو تفاضلوا سبا خيري احنا نسي بتسباح اليوم مبعضنا عنا سيونس اكثر ايش نش ركزوا على القناجات يعني قناج نشط ديناميك ديناميك يالا مبعض مرحباً. تجربة نعمة. تجربة. أتجربة. تجربة. تجربة. تجربة 3 سئes. تجربة 1 منت. تجربة. تجربة نعمة. تجربة بعد. تجربةλλά. تجربة. تضaguك والانأشخاص لك. ن تحرق كل يد واحد تختم كاتسيغية فواديس نتعدي ارتاوة القيناج على الحيت بزيسة ذائع نانسح به العبيد نتعدي ارتاوة القيناج نقف 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 اعتبار قاعدة لكورسي نقف تخدم اربع مرات في دقيقة ونصف اتباع القاعدة بعد الفلسيق اعتبار قاعدة ثلاث سيري اعتبار قاعدة اعتبار قاعدة اعتبار قاعدة اعتبار قاعدة اعتبار قاعدة